سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية قصة النبي موسى عليه السلام الحلقة التاسعة أنا متذكرة يا خالتي صفية أنه بعد الاحتفال بالنجا سيدنا موسى ساقبن إسرائيل ومشبههم من البحر الأحمر في الصحراء دا فعلا أحابن إسرائيل اتنقلوا من مكان ل مكان في صحراء سيناء حسب أمر الله لغاية ما نزلوا في مكان اسم رفديم وهناك ما كانت في موية عشان يشربوها وزعلوا من سيدنا موسى وقالوا ليه أوه برضو تاني يا موسى نحن عاوزين لنا موية نشربها يا أخواني نحن عطشانين إنتو طوال يا جماعة أنا عطشان وليه يا سيم رحمة الله أنت يعني طلحت أنا من مصر عشان تجيبنا هنا وتكتلنا نحن وأولادنا والله لا يكتلنا بالعطش أنا عطشان أنا عطشان عشان كده يا جماعة سيدنا موسى اشتكى لله وقال يا رب يا رب أنا سوي شنو مع النس دين لأنه ما فضل لهم إلا يرجموني وقال الله قال لنبيه موسى يا موسى مر جدان بن إسرائيل وسوق معاك بعض من شيوخهم وكمان شيل معاك عصايتك أتضربت بيها نهر النيل وأمشي وأنا هناك حازنلاقي عند الصخرة في طور سيناء وانت حتضرب الصخرة دي وحتطلع منها موية عشان قومك يشربه وسيدنا موسى عليه السلام عمل ما عمره وقال الله بيهو جدام شيوخ من إسرائيل وفعلا طلعت موية من الصخرة عشان الناس يشربوها عوان الله وسيدنا موسى سمى المكان ده باللغة العبرية مسه لأنه بن إسرائيل شكه وإيمانه نتزعزع وقالوا الله موجود معانا فعلا ولا لا وبرضو سماها مريبة لأنه بن إسرائيل نقله في راسه وفي أثناء قامت بن إسرائيل في رفيدم واحد من الشعب جل سيدنا موسى عليه السلام وقال له يا موسى يا موسى يا موسى فشلو يا أزول فشلو أنا سمعته إنه شعب بني عماليخ بيستغدوا عشان يجبوا علينا معقول الحال شنو يا موسى نحنا لازم نستعد لهم والله حينصرنا عليهم وسيدنا موسى اختار له شاب من قومه اسمه يشوع ابن نون وعينه قائده قال له يا يشوع اختار لك مجموعة من رجلاننا الأغوياء واستعدوا عشان نحارب شعبي بني عماليخ بكرة وأنا حاقف فوق القوز وهتكون في يدي عصية المعجزات الإلهية ويشوع فعلا نفذ أمر سيدنا موسى وحارب شعبي بني عماليخ وسيدنا موسى وهارون ومعاه واحد من المستشارين اسمه حور كلهم طلعوا القوز وكان إذا سيدنا موسى رفع يديه يكون النصر لبني إسرائيل وإذا نزل يديه النصر يكون لبني عماليخ ولما يديه واجعوه هارون وحور شالوا ليهم حجر وخطوه لسيدنا موسى عشان يقعد عليه ويرتاح ولما قعد عليه هارون وحور سندوا ليه ويديه الاثنين كلوا واحد من جهة ويديه بيقى تثابت لغاية مغيب الشمس عشان كده يشوع جنوده كسبوا المعركة بيدارة وقال الله سبحانه وتعالى كان غضبان جدا على شعبي بني عماليخ وقال لنبيه موسى يا موسى اكتب الكلام ده في كتاب للذكرى وخلي يشوع على علم بيه انا حمسح شحبي بني عماليخ من الوجود وما حيكون عندهم اي زرية في المستقبل وتقديرا للنصرة التم على بني عماليخ ده موسى بنى منصة لتقديم الضبايح المحروقة لله سماها الله معيني وسندي وقال لأنه بني عماليخ رفعوا يدينهم ضد عرش الله الله الجبار الله يحيد دمرون جيل بعد جيل ويسرون المسؤول عن أمور العبادة في ميديان واللي هو نسيب سيدنا موسى سمع بكل العمل الله لنبيه موسى وقوم وكيف انه الله طلعهم من مصر ونجاهم سيدنا موسى يا جماعة كان في فترة رسل زوجة صفورة عشان تقعد مع أبوها عشان المخاطر اللي كان واجهها بسبب فراعون وبسبب السفر في الصحراء ويسرون أبوها بعد فترة برضو ساقه هي وأولادها اللي اتنين وتوجهوا للمكان اللي كان سيدنا موسى معسكر فيه جريب من طور سيناء في الصحراء ويسرون رسل لسيدنا موسى وقال ليه أنا جاييكم عايز زوجتك وأولادك ولما وصلوا سيدنا موسى طلع ببابهم وانحنل ينسيبه باحترام شديد السلام عليكم وعليكم السلام مرحباكم شرفتو كيف حالك يا موسى الحمد لله على سلامتك بركة في المشاهدة الحمد لله كيف حالكم انتم ان شاء الله الأولاد ما يكون غلبوكم لا 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 كل شيء كان تماما الحمد لله وبعداك سيدنا موسى سلم على أولاده جرشوم واليعازر وعلى زوجته صفورة ودخل نسيبه جو الخيمة وحكى ليه العمل الله في فرعون والمصريين عشان ينجي بن إسرائيل وحكى ليه عن كل المشاكل الواجهتهم في الطريق وكيف إنه الله سبحانه وتعالى أعانهم ونجاهم ويسرون فرح لما سمع عن كل العمل الله ونجبه بن إسرائيل من فرعون وقومه وقال الحمد لله الحمد لله الحافظ لكفاكم شر المصريين ونجاكم من يد فرعون تبارك الله لأنه حر الشعب من عبودية المصريين وهساند أكدت فعلا إنه الله عصم من كل للآلهة لأنه أهلك أعداكم الظلموكم ويسرون حرك ضبايح وقدم شكرا لله وضبح ضبايح تانية وهارون وكل شيوخ بن إسرائيل جوا أكلوا الطعام من لحم الضبايح مع يسرون وسيدنا موسى في رحاب حضرة جلال الله وفي اليوم الثاني سيدنا موسى جلس عشان يشوف الشكاوي بتاعت الناس زي العادة والناس فضلوا واكفين في انتظار الأحكام من الصباح وحتى المساء يسرون لما شاف المنظر ده قال لي موسى نسيبه تشنل بتعملوا في الناس ده ليه تكون انت القاضي براك بس وتخلي الناس واكفين المدة الطويلة دي كلها لأن الناس ده كلهم لما تكون عندهم شكاوي بجوني عشان أفصل ليهم فيها وأنا بفصل ليهم فيها وأبيل ليهم حكم الله بيلحمني إياه يا موسى قال بتعمل فيه ده ما مظبوط انذا كده بتتعب الناس ديل وتتعب نفسك معاهم كمان لأن المسألة دي أكبر من طاغتك وبتحتاج لأكتر من زول لأنه ما ممكن تقدر تقوم بها انت براك أسمع كلامي ونصيحتي دي وخليك جاضي بأمر الله عشان ترفع ليه شكاوي غومك وعلمهم أحكام الله وأوامره حسب إلهامه ليك ووريهم الطريق المفروض التبعوه ووريهم الواجبات اللي عليهم وكمان اختار منهم رجال بيخافوا الله وعندهم معرفة بالقضاء ولازم يكونوا نزيهين ما بيقبلوا الرشوة وديهم السلطة على الشعب يكونهم رؤوساء ألوف وميات ونصميات وعجرات عشان يشوفوا شكاوي الناس طمينين ويمشوا لبيوتهم مرتاحين وسيدنا موسى سمح كلام نسيبه يسرون وطبق كل القالوا ليه بالضبط والأمور مشت على ما يرام وبعد ذاك يسرون قرر يرجع لي بلده وسيدنا موسى شكروا على الزيارة وودعوا وداحر وبعد سفر يسرون الله بيقول لكم هذا كلام الله دا أنا حاجيك في صحابة قيلة عشان الشعب يسمعني لما أكلمك ويسقوا فيك ويتأكدوا إنك رسولي وبعد سيدنا موسى ما رفح كلام الشعب لأله الله قال ليه يا موسى أمشي للشعب ووريهم كيف يطهروا خليهم يغسلوا ملابسهم ويستعدوا لليوم الثالث ويكونوا طهرين فيه لأنه حاجل فيه على جبل سيناء جدام كل الشعب عشان كده يا موسى لازم تعمل حدود حول الجبل وتحذر الشعب بأنهم لازم يعملوا حسابهم وما يطلعوا على الجبل أو يلمسوا طرفه لأنه كل البيلمس الجبل سواء كان إنسان أو بهيمة بقدرتها يموت بالرجل أو مكتول بالقوس لكن بعد ما يسمعوا صوت البوق ممكن يجوا منطقة الجبل طيب يا جماعة خلونا نجي فينا الليلة لما تصرق تحية زروق إخراج تماضر شيخ الدين تحية زروق